انتقد الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم في مقالة في مقالة بصحيفة الوطن الكويتية تحت عنوان الباقيات الصالحات دولارات ايرانيات انتقد الولايات المتحدة لمحاباتها ايران وقال انه كان يخشى ان تقوم واشنطن بوضع النظام في البحرين وكذلك في السعودية والكويت على خانة الارهاب لانها تتصدى لايدولوجية الولي الفقيه وملاليه فالولايات المتحدة وبحسب قوله تعتبر كل من يقاتل او يعادي او يتصدى للنظام الايراني ارهابيا نحن معنا كاتب المقال سيد فؤاد الهاشم الكاتب الصحفي وصاحب مقال هذا الاسبوع لنناقشه فيما جاء في هذا المقال يعني هذا يمكن ان يعتبره البعض يا سيد فؤاد تجني على امريكا يحتاج الى دليل كيف يمكن القول بانه كنتم تخافون ان تضعكم او تضع امريكا دول الخليج في خانة الارهاب لانها تتصدى للمخطط الايراني على حسب قولك يعني الدلائل كلها تشير الى ما قلت جند الله وهي حركة سنية بغض النظر يعني انا لا فرق عندي يمكن تكون من اي طائفة او ملة في داخل ايران المهم انها تقاتل النظام الملالي او حركة جبهة تحرير الاهواز المنسية وكذلك مجاهدي خلق المتروكين والذي داهم الدبابات نوري المالكي مع شكرهم قبل ايام ونوري طبعا نعرف انه هو محسوب على جناح طهران انا الان اعتب على دول الخليج المهددة في وجودها وفي استقلالها وفي استقرارها انها لماذا تقف مكتوفة الايدي ولا تحاول الرد على هذه التدخلات الايرانية في نظم داخلية لدول الخليج بدعم هذه الحركات او الاحزاب المعارضة للنظام الملالي الى متى نضع يدينا على خدودنا واكتافنا واكتاف بعضنا البعض ونتوقع ان توافق الولايات المتحدة على ان ندعم الاهوازيين او ندعم جن الله او ندعم مجاهدي خلق سيد فؤاد كنت قبل خبر دا تحديدا كان معي سيد جاسر عبدالله الجاسر رئيس تحرير جرية الوطن وكنا نناقش انتقادات الرئيس الايراني محمود احمد نجاد لامريكا ولدول الخليج لانهم يخططون لقلب الصراع من صراع عربي اسرائيلي الى صراع ايراني عربي فبالتالي انت تنتقد امريكا لانها تحابي ايران وايران تنتقد امريكا لانها تحابي دول الخليج وبالتالي نصبح امام معادلة غير مفهومة كيف يمكن ان تتضح الامور بشكل كبير يعني انت تحمل امريكا ما لا تحتمل اذا جاز ان نتحدث باسم امريكا وليعزرني الناس يعني انت هل تصدق احمد نجاد فيما كل ما يقوله هل الشيعة في دول الخليج تدعمهم الولايات المتحدة الامريكية هل شبك التجسس اللي بالكويت اصطدناهم كانوا كلهم مواطنين امريكيين وبدعم امريكي هل ما حدث في البحرين كانوا الذي يدعمه الالمان والطليان والنرويجيين هم الذين ساحموا فيما حدث في البحرين ماذا يحدث في المنطقة الشرقية ايضا في ذلك في السعودية يعني المسألة واضحة تماما ايران وراء كل هذه الامور الصمت الامريكي عن الحركات المناهضة لها وانا قلت في اللي كتبت في مقالة انه اين ذهب مبدأ عدو عدوي صديقي ماذا تريد من امريكا تحديدا ان تفعل ايران ما شاء الله من الشعوب انا انا يعني انت تطالب ماذا تريد من امريكا ان تفعل مع ايران ان تضربها عسكريا مثلا لا لا ايران زي الجبنة السويسرية بها بها ملايين من الثقوب اكثر بما يوجد بالجبن احنا نريد فقط من امريكا ان تدعنا نمول كل حركات المعارضة الايرانية وهذه طبعا دول الخليج لن تستطيع ان تفعلها ما لم تأخذها وانا اخضر من ست سفراء امريكي موجودين في دول ما يستعاون نريد ان ندعم حركة مجاهدي خلق ونسلحها ندعم مجاهدي جند الله ونسلحهم وندعم الاهوازية ونسلحهم طب ما بالك لو طرح الايرانيون طب سيد فؤاد هل تقبل العين بالعين يعني هل تقبل ان يطرح الايرانيون هذا القول نريد ان يسمح لنا الامريكيون بان نسلح المعارضة الخليجية تقبل هذا الطرح اين هي المعارضة الخليجية بالكويت لا يوجد عندنا معارض كويتي موجود في الخارج ومشكل تنظيم والمعارضة السعودية اربع في لندن مقيمين ستنين في اكسفرد ستريد وبالتالي احنا نتكلم عن شعوب مطهدة ايران انطهدت اكثر بكثير مما لدينا من المعارضة الخليجية وبعدين ايران قاعدة تسلح بالمال والايدولوجية وصلت حتى لغزة في عملية تحويل الناس من مذهب الى مذهب يعني انا اسمع والعالم كله عارف انه الكنائس في اوروبا وامريكا تذهب الى الغابات الافريقية لكي يبحثوا عن القبائل الهمجية ويدخلوها في الدين المسيحي انما اول مرة نفهم انه ايران تدفع اموال لمسلمين في غزة ينطقونها بشهادتين لكي تحولهم الى مذهب اخر الى المسألة ليست مسألة الدين بقدر ما هي مسألة تشكيل لوبي وتشكيل مذهب سياسي للضغط احنا الدول الخليج ليس لدينا معارضة نخشى ان تسلحها ايران شكرا جزيلا لسيد فؤاد الهاشم الكاتب الصحفي وصاحب مقال هذا الاسبوع الذي ناقشنا شكرا جزيلا لك